السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تغيير التوقيت والمنطقة الزمنية على الهاتف ولا تنسون دعمنا باللاحك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة في هذا الشرح رح تقدرون تغيرون الساعة تختارون أي ساعة تبغونها وأيضا تقدرون تغيرون المنطقة الزمنية نفترض مثلا توقيت أوروبا فتقدرون تختارون التوقيت اللي تبغونها فعشان تقدرون تغيروا الوقت أو المنطقة الزمنية كل عليكم تسوونها تروحون على الضبط أو العددات في الجهاز بعدين من هذه الواجهة تنزلون تحت آخر شيء لأما تحصلوا عندكم خيار الإدارة العامة تضغطون عليه وهنا تضغطون على خيار التاريخ والوقت فبيظهر معاكم شكل مباشر بهذه الطريقة فعشان تغيروا الوقت تقفلوا هذا الخيار الخيار الأول وبعد كده هنا تقدرون تضغطون على التاريخ تختارون أي تاريخ تبغونا وهنا تقدرون تعدلون الوقت فنضغط على الوقت نفترض مثلا الآن نبغى نغير الساعة إلى ساعة أربعة تضغطون تم كده تغير معانا التوقيت إلى ساعة أربعة فأهم شيء هذا الخيار يكون مقفل لو رجعنا فعلناه رح يعيد الوقت للوقت الطبيعي فتخلون هذا الخيار مقفل وتعدلون الساعة اللي تبغونا أما يا شباب إذا كنتوا تبغونا تعدلون المنطقة الزمنية اللي أنتوا فيها فأنا الآن عندي التوقيت لو تراحظون توقيت الشبكة اللي هو المملكة العربية السعودية خلونا نقفل هذا الخيار فهنا عندنا التوقيت العربي الرسمي فالآن عشان نغير التوقيت نضغط على هذه الأيقونة فهنا تضغطون على المنطقة تختارون المنطقة اللي أنتوا فيها أو أي منطقة تبغونا نفترض مثلا ألمانيا بعدما تخلصون ترجعون الخلف فكذا لو تلاحظون تغير معانا إلى توقيت وسط أوروبا فهتغير معانا الوقت هنا بشكل مباشر فبهذا الطريقة تقدرون تحددون منطقة زمنية أيضا هنا عندكم خيار اللي هو تحديد حسب إدخال التوقيت العالمي لو ضغطوا عليه رح يطلع لكم التوقيتات الأخرى وإذا حبين ترجعون الوقت الطبيعي تفعلون هذا الخيار مرة ثانية رح يرجع عندكم للتوقيت الطبيعي فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة